بسم الله أبو الإبن والروح القدس الإله الواحد أمين حلل الاستعداد للقاء المسيح الكنيسة بتاعتنا بتعمله بروفا يوميا بالليل في صلاة النوم صلاة نص الليل إنما أحلى بروفا لمقابلة العريس أو المسيح في الأداس الوقفة في الأداس هي أجمل تدريب قبل ما تحصل المقابلة الحقيقية عارفين لما تكون مصرحية بيعملوها قبل ما يعرضوها أو ساعات يعني الأفراح الضخمة بيعودوا العروسين يمشوا إزاي قبل ما الزفة اللي بجد يعني كنيستنا بتمرن على اليوم ده كل أداس نحضر ولو عرفنا نستعد للمسيح في الأداس هنستعد لمقابلته في اليوم الأخير ببساطة كده وبالتالي الاستعداد للأداس موضوع مهم لأنه ببساطة هو ده بالمشاعر اللي فيه بالوقفة اللي نقفها دي هي بالزبط الوقفة لأنه حسب إيماننا البسيط مش ده المسيح بجد ولا كده وكده بجد إحنا بنقول أسجده لله بخوف ونقول نسجد لجاسة دي كالمقدس أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو يبقى أنا قدام المسيح يبقى هو هو بس المرة دي أنا بحتفل بيه وبقدمه زبيح عن خطائها هاي مرة جاية هو ذاته جاية يخدني معا السماء فاللي متعود يقابل المسيح في الأداس مش هيبقى غريب عليه يقابله على السحاب مش هيبقى غريب عليه إنما اللي مش متعود على الوقفة دي أو مش عايشها صح هيبقى اللقاء ده غريب بالنسبة له تعالوا نشوف كده أولا فيه طلبة جميلة يقولها الشماس آخر ما رد بيقوله الشماس الهيكة ليقول إيه صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة السماوية إحنا بندوق طعم السما الزكية يعني اللي هي النقية يعني أو قبل كده شماس تاني يقول تقدموا تقدموا على هذا الرسم وقفوا بخوف ورعدة طب ليه خوف ورعدة يعني حتة تابونة يعني وشوية شوية شمامسة لا أنت مش شايف مش أخد بالك لا ده ربنا ربنا على المسبح وإيه لو أنت فاهم والملايكة حواليك وقفين مرعوبين يبقى أنت إيه كده في اللحظة الخالدة اللي هتبقى بعد شوية على السحاب يهمني أركز معاكم إيه المشاعر اللي هنقابل بها المسيح إيه المشاعر اللي اتدخلنا لو عندنا المشاعر دي يقولولك عدي ودخل على السامن لو ما عندكش المشاعر دي يقولولك استنى تصفر كده زي ما بتصفر وإنت دخل على الطيارة يطلع معاك حاجة غلط فالخفلة تصفر فما يعدكش بقى يطلع معاك بقى مسدس يطلع معاك حاجة أول شعور تقابل بيه المسيح إن كان على السحاب أو هو ذاته شعور داخل الأداس الشعور بعدم الاستحقاء كل اللي واقف في الأداس حاسس إنه مؤهل للتناول لا يستحق التناول وكل اللي داخل يقابل المسيح واثق من نفسه زيادة وحاسس إن السمف جيبه لا يستحق السم خلي بالكم إحنا كنستنا بتربي فينا إن كل أداس نقول له يا رب اجعلنا مستحقين إحنا ما نستهل إذا نوقفت عدم الاستحقاق تعطيك الاستحقاق الكاهن فينا وهو بيبتدي يفرش المسبح في الأول خالص عنده صلوة سرية كده كنش لسه حد جي يعنيه أو يقول له أنت تعلم أني غير مستحق ولا مستعد ولا مستوكب يا دوب قبل لسه ما يلمس حاكم يقول له أنا ما استهلش إذا كان الكاهن نفسه بيقول كده الشمس بيقول كده الشعب بيقول كده كل واحد بطريقته أنا رب ما استهلش لأرب من المسبح ولا ألمسه ولا أخذ جسدك طبعاً ولا أقف المكان ده ولا أي حاكم الشعور ده لو بيجي لك يبقى أنت بتتناول باستحقاق والشعور ده لو مستمر جواك يبقى هتدخل السم ليه هو ده اللي أصد المسيح لما قال طوبة للمساكين بايه يعني ايه مسكين بالروح يعني واحد واقف قدام ربنا روحياً بيقول له أنا ايه أنا مسكين أنا فقير أنا وحش أنا مستهلش الروح مخليه يقول كده الروح القدس محسسه بالحتة دي أول تطويب يقول لأنا لهم ملكوت السم هيدخل السم طب يا رب بغض النظر عمله ايه اه بغض النظر يعني ممكن خطايا كتير ايوه ما هو طالما بيقول أنا ماستهلش يلا دخل طالما بيقول أنا مسكين اه ربنا بتاع المسكين طالما بيقول أنا خاطل آخر لحظة ربنا بيقدس الخطأ ودخل طب لو قال أنا غني يبقى مستغني لم قاتل أدعو أبراراً لو دخل واحد بار على الكنيسة الملك يقول له مش مكانك حضرتك مكانك في حتة تاني جهنم معمولة للأبرار لكن انت احنا الكنيسة معمولة للغلب للأشرار للأشرار التائبين فيبقى هنا قاعدة مهمة عكس المنطق خلي بالكم زي الفريسي والعشار العشار بيقول ما استهلش نزل مبرراً الفريسي بيقول أنا استاهل أنا كويس أنا ما بغلطس أنا مستر بيرفكت ولا ربنا أسأل فيه شوفوا واحد زي القديس يرحزاؤه أنا منين ما أقرب منه أقول له أنه ما استهلش فيوم المسيح يقول طلعت وتتفرجوا على مين قصبة تحرك كالريح كلا أقول لكم نبي بل أعظم من نبي يعجبك في ايه يحنى ده اصلي متواضع بجد شعور عدم الاستحقاق ملازمه طلعش من قلبه أبداً حتى بعد ما عمد المسيح وحتى بعد ما عرف أن المسيح بيقول عليه أعظم إنسان لآخر العمر يقول ينبغي أن هذا يزيد وإيه وإني أنا أنقص تاني شعور مهم يكون في قلبك وإنت داخل السماء وبالتالي بتتمرن عليه دلوقتي في كل أداس شعور الإيمان الثقة أنت جاي الكنيسة مش لأنك كويس لا أنت جاي الكنيسة خلاص اتفقنا أنك وحش أنت ما جاي الكنيسة واثق أن ربنا بيحبك وهيحتحد بيك عشان يغطيك ويسطر عليك ويشيل خطيتك جاي بالإيمان ده ولما كانش عندك إيمان مش تدخل السماء ولما كانش عندك إيمان ما تستهلش تتناول وعشان كده طول الأداس ما ورناش غير أمين 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 نقعد نقولها بكل شوي نقولها لما يقول جسد وتأنسنو الأمين وقام من الأموات أمين وأخذ جسدا أمين وشكر أمين وبارك أمين وقسم أمين 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 بموتك يا رب أمين 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 أؤمن 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 هذا هو شوفوا الحاح ليه أصل ده مفتاح دخول السماء من آمنة واعتماد خالص الإيمان هو المفتاح أنت عندك شعور الثقة ده بيلزمك في كل أداس يا رب أنا وحش وأسوأ وحش بس أنا مصدق أنك أبوية ومصدق أنك بتحبني ومصدق أن دمك بيشيل خطيتي ومصدق أن ده جسد ودم حاجة إيه إيه ومصدق كلامك لما قلت اللي ياكل جسد يشرب دمي يثبت فيه اللي ياكل جسد يشرب دمي يلوحة يا إبادية أنا مصدق ده كله وعشان كده حسب التقص الإبتي المظبوط آخر كلمة تقولها قبل ما تتناول هي كلمة إيه أمين أو أؤمن مفروض كده في ناس تقول إيه حللني لأ حللني تتقلط للأداس كلمة المظبوطة وإنت بتفتح بقك في سرك أؤمن أو أمين يعني أمين هو ده الشفر هو ده الغفران هو ده الأبدية لأن أبونا ساعتها المفروض يكون بيقول إيه جسد حقيقي لغفران الخطايا وحياة أبدي دم حقيقي لما اغفرت الخطايا وحياة أبدي ليسوع المسيح إليك فأنت بترد على أبونا بس سرا غالبا من كتر العدد وكده لكن هي بتتقل جهرا قبلها جسد ودم حقيقي كل الشعب بيقول أمين بالثلاث مرات إذن الإيمان هو الشعور المطلوب الأساسي لدخول السم تقابل المسيح بإيمان لو ما عندكش إيمان بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه لو عامل كل الخير اللي في الدنيا ومش مصدق أن المسيح فداك ومش مصدق أن ربنا أبوك ومش مصدق أن السماء مستنياك مش هتدخل لأن الموضوع مش شطرتك أنت الشغل شغله وكله عطية من ربنا فأنت مصدق أنها عطية ولا مش مصدق من هنا تلاحظوا قانون الإيمان بيلازمنا في الصلاة وفي الآخر في حاجة اسمها اعتراف الإيمان اللي اعتراف الأخير ده اللي بنقول أؤمن 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 وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد وفي البلاد زمان في القرى الشعب كله كان يقول الحتة دي معك في البلاد يقال كان أغلب الشعب حفظها وبتلقائية يقولها فتلاقي كنيسة كلها بتصلي مع أبونا ما تسمعش أبونا هنا يعني يزقوه كده خلاص انت خلصت اللي قلت طول الأداز سيب لنا الحتة دي كلهم بحس واحد كأنه قانون إيمان وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحي تالت شعور يلزمك التوبة التوبة مرتبطة بالشعور الأولاني أنا ماستهلش لكن أنا ماستهلش معناه إيه ترجمتها إيه إرحمني سامحني إقبلني إيه دي مشاعر التوبة يبقى أنا جاي بقول ماستهلش بس ما طلعتش لا ماستهلش دي منها توقت يعني موقفين ماستهلش فبامشي أو ماستهلش فبدخل وبقول له سامحني الأولانية غلط خالص بتاعت يهوزة الأولانية ماستهلش فموت لا التانية هي المظبوطة ماستهلش فبدخل إرحمني زي بطرس طول عمر صلو بيعرف يقولها صح لما قال له أخرج من سفينتي لأني راجل خاطي كان هيمشي غلط ما أخرج يعني إيه أنا ماستهلش فأنت فسكة وأنا فسكة طبعا ربنا معبروش في دي يعني الخروج ده إيه قاله تشتغل معي صياد ناس قال له قوي فبطرس على طول تعدل يعني إيه لا ما تخرجش طبعا خليك معايا على طول فهنا الشعور الثالث التوبة أن طول الأداس أنت في موقف توب كل ده يدي استعداد خلي بالك هتصور أنه واحد فيكم ربنا يدي العمر هيقابل المسيح قرأي في اللحظة اللي أنت هتقابل المسيح المشاعر دي هتكون تبرمكت عليها تعودت عليها شوف بقالك كم سنة بتدخل الأداسات أي شعور من دول يدخلك أو الشعور المشاعر دي كلها تبقى إيه بالروح القدس متكاملة هتحسها لوحدك من غير ما تفكر هتقول رحمني يا رب تدخل ذكرني يا رب تدخل أشكرك أمين يا رب تدخل ماستهلش تدخل فهمتوا الفكرة؟ لكن ما تجيش دلوقتي يا رب ما تدخلش إيه اللي جابك دلوقتي ما تدخلش خليني شفايا في الدنيا لا كل ده غلط فهنا الثالث شعور مهم الاستعداد بالتوب وزي ما كنيسة برمجانة على أمين ما برمجانة على كريه ليسون ما أرناش غير أحسن تنساها ولما بتعرفش تقول غيرها كويس تأدي الغرض هنا الأداس كمان بيساعدك على أنك توصل للشعور ده الإرايات غرضها يغرسوا الثلاث مشاعر دول الإرايات تخليك تقول ماستهلش طبعا لأن الإرايات مراية فالمراية بتفضحنا بتطلع الفضايح أو الإرايات بتخليك تقول أمين مصدق يا رب ما أنت بتقولي بحبك وجيت لك مصدق أو الإرايات بتقولك ارحمني يا رب عشان عارف أعمل الكلات ما عملتوش لسه ما عملتوش إذن الإرايات بنقول لكم ليه تعالوا بدري واحضروا الإرايات لأن ده جزء من الاستعداد لأنه هو ده اللي بيحرك قلبك تقول أمين أو كريه ليسون أو ماستهلش كمان لما نستعرض في الأداس اللي عملوا ربنا معاك ما الأداس ده عبارة عن عرض لقصة الخلاص كل أداس نحكي من الأول خلقتنا بوازنا الدنيا بعدت بأنبيا طنشناهم جيت أنت بنفسك مت عشان وحطت لنا جسدك ودمك على المزبح وعدنا تيجي تاني كل أداس فيه السيناريو ده ليه عشان يبقى رد الفعل سوري لأن توبع طبعا لما خلقتنا كنا كويسين احنا أسفين ولما بعدت أمبيا ما سمعناش أسفين ولما جيت بنفسك ما استقبلنكش أسفين وديك دلوقتي بتدينا روحك وبرضو مش ماشين كويس متأسفين يبقى هو الموقف ده اللي يخليك مستعد برضو يكمل الفكرة السجود في الأداس كتر السجود السجود تعبير توب تعبير روحي ما هواش جسدي يعني بالضرورة مش بالحرف ومش بالعدد هو مجرد خجلان من نفس فبيحط رأسه في الأرض بيقول له رحم رابع استعداد مهم أو رابع شعور مهم ده شعور مهم جدا النجاج حابب ربنا ببساطة اللي بيحب ربنا هيدخل السم كنا بنقول كده للعيال زمهان بس طلق انه مش كلام عيال ده كلام رجال اللي بيحب ربنا هيدخل السم بالبساطة دي جميل قوي لما بارنا على واحد في التليفون يكون حاطط كلمة للبابا شنودة يقول له رب انت عارف ان انا بحبك حتى لو كل حاجة بتقول غير كده بس برضو انت عارف اني بحبك في كلمة كده قيلها سيدنا البابا شنودة ومتسجلة على موبايل يعني رنت موبايل معنى جميل ليه لان ساعات حياتنا كلها تقول ان احنا بتحبش ربنا كسل في الصلاة عدم حب للناس خيبة تقيلة في الصوم اه بس عارف حب ايه بقى انما يبقى يبضل شوية بصيص كده حب في القلب اللي هو زي ما قال بوترس يا رب انت تعلم اني وحبك يعني منظري ما يقولش صحيح بس ايه بس انت عارف اني بحبك برضو ولا ايه ما تصدقش الانكار يعني انا عملت عاملة سودة بس برضو بحبك فقال له انا مصدقك اوه ده موقفنا بالضبط كل اللي هيقابل المسيح بينه وبين المسيح رصيد حب داخل السم وبالتالي كل اللي داخل يتناول بينه وبين المسيح حب رصيد حب خلاص ما يخافش يستحق التناول مش لانه كويس ولا لانه بلا خطيئة لا لانه الجسد ده للاحباء للمحبين للي جواهم حب وعشان كده اول ناس بتستاهل التناول والاطفال على فكر انقياء القلب من هنا احنا بنمارس جوا من الحب في القداس اسوأ موقف في القداس الادانة والغضب يكهربوا جوا القداس خالص يعني كل واحد واقف يصلي وبيدين اخواته او غضبان عالناس شوهت السماء اللي احنا فيها بوستها يعني كصرت علينا الرومانسية اللي احنا فيها لانك ايه يا سيدي مش وقته ما تقعد تقف في الهزة وفي الموكروفون وفي الشمعة وفي صعي النظام مهام خلي بالكم لكن كمان شرخ الحب هو اسوأ حاجة ممكن تحصل جوا القداس لان هو ده اللي بوز اللي استحقاق ومش معنى ان انت صاهم من اتناشر وجاي عملت دين الناس كلها تتناول مش مفروض تتناول خلاص انت معرفش تحب الناس معرفتش تشوف الناس بعين المسيح فنقول قبلوا بعضكم بعضا انت لاحظوا نقول الاواشي ايه الاواشي الاواشي يعني قلب مليان حب لكل حكم ولكل الناس الاواشي بنصلي للفقرة وللمرضى وللمسافرين وللي يعرفوا ربنا وللي ما يعرفوش ربنا وللأديرة وللمجامع وللقرى وللعالم بنذكر العالم كله والارملة واليتيم والغريب والضيف قال لا انت مش بتصلي روحك يعني لا ما هو الحب كده اذا الاستعداد الجميل اللي تدخل بيه السماء انه بعلبك في اخواتك انك تبقى مليان حب لربنا وللناس الشعور دا يدخلك السم الشعور دا يأهلك للتناول يبقى اللي بيحصل في القداس ان احنا بنتحول من خاطي الى قديس يعني ايه شوفوا بقى المعجزة اللي بتحصل في كل القداس عصلي دي اللي هتحصل على باب السماء خلي بالكم احنا هندخل السماء والحمد لله الاخر لحظة محسوبين خطاء ولا حد فيكو ناوي يتحسب قديس انما قبل ما تدخل السماء هيحطوا عليك القداسة حط هو دا اللي بيحصل في القداس احنا دخلين طول القداس معترفين ان احنا خطاء لكن ابونا بيصلي سرا يقول لي حل روحك علينا وعلى هذه القرابين ينقلها ويظهرها فتكون قدسا لقدسيك وبعدين يصرخ ويقول القدسات للقدسيك يعني القرابين ما عادتش قرابين اصبحت قدسات مقدسات والبني ادمين دول ما عادوش خطاء اصبحوا قدسين لان الروح القدس زي ما نقل الاربانة الى جسد من غير ما في حاجة ظهرية حصلت نقلك انت من خاطي الى مرتبة قديس من غير ما في حاجة ظهرت فتبقى القدسات للقدسين يبقى بيحصل معجزة في القدس وهو دي اللي هتحصل على باب السماء السماء للقدسين فقط يبقى بالمنطق محدش داخل السماء للقدسين اللي هو اقل حاجة مفهومش عيبه احنا مليونين عيوب وخطاء طب ايه لا يحصل لا تخلع علينا القدسة خالها يعني ايه ناخدها هدية القدسة دي مش هناخدها بالدراعة ده ناخدها على باب السماء زي ما بناخدها في كل قدس عطية القدس فنتقدس بالروح القدس فنحسب مؤهلين للتناول ونحسب مستحقين للسماء فهمتوا الفكرة عشان كده في قاية جميلة في فيليب أربعة تقول ايه تقول ننتظر مخلصا سيغير شكل جسد مزلتنا الى صورة جسد مجدو يعني هينقلنا نقلة كبيرة عوية الجسد التعبان اللي كله غلط ده هيتنقل على باب الملكوت ويبقى صورة جسد مجدو حسب عمل استطاعته يعني دي قدرة اللي هي تعمل كده كمان الاستعداد في القدس من الخوف للثقة انا داخل خايف انا داخل منزعج من شري انا داخل حاسس ها في وسط ملايك ازاي ففي مشاعر خوف بس مقدس الخوف ده يتحول الى رجائي الى ثقة ربنا بيحبني زي بالزبط فاكرين لما اشعية شاف الملايكة وشاف التسبيح وشاف العرش قال انا هلاكت وترعب لما طار الملاك ومس شفت ايه هدي ورجع له الثقة والرجاء وقال يلا بعتني يا رب ابعتنا اقول لكل الناس تعالوا يلا افوا معايا في الاول نقول احنا هلكنا لاننا خطاء وفي الاخر نقول يا رب تقدسنا بيك يلا هانذا ارسلني بالزبط ده الموجود في اشعية 6 طار الي واحد من السرافين بيده جمره اخذها بملقط من على المزبح ومس بها فمي وقال هذه قد مست شفتيك فانتذع اسمك وكفر عن خطيتك ثم سمعت صوت السيد اول مرة المسيح يتكلم وجيت الدنيا موت عشان ادخل الناس السماء ومحدش راضي يسمع كلامي ابعت مين يا ابني ابعت مين فقال له يا ده الحكاية سهلة طب ابعتنا انا انا اول واحد اروح اقول لهم تعالوا ده الموضوع مش صعب ده ده الرحمة بلا حدود والعطايا ببلاشه فانتقل اشعية من نفسية انا هالك ونجس الشفتين الى نفسية ايه هانذا ارسلني اشتغل معاك انتقل بطرس من انا خاطئ اطلع من سفنتي الى نفسية ايه هانا اشتغل معاك صياد ناس بس كده اذا كنت طيب اوي كده يلا ده احنا نشتغل معاك وبالتالي فيه شعور ده بقى في القداس مش في داخلة السماء شعور الكرازة يعني ايه وانت في القداس ما كانش قلبك يغير على بقية الناس تبقى لسه ما فهمتش القداس يعني وانت واقف قدام المسبح وبتصلي نسيت خلاص خطيتك ونسيت مشاكلك خلاص حطناها في الصلم انما انتبهت للي شاغل ربنا انت بتاكل المسيح اللي مهموم بالعالم كله فبيدخل فيك ربنا يسوع بما في فكره ايه اللي فكرك يا رب البشر الناس اللي ما تعرفنيش العالم اللي محكوم عليه بالهلاك فبيطلع الانسان من وقفة القداس مشحون غيرة عاوز يجيب الناس كلها رباني عشان كده على اخر القداس لقينا انفعلنا بالحتة دي بموتك يا رب نبشر وبقيامتك وانا واحنا ولا منبشر ولا حاكم احنا مش فهمي او مش حاسين مشاعر صح لكن يبقى دا قلب اللي هيقابل العريس انه عاوز يجيب العالم كله يتمتع بالعريس هنا اتلاحظوا بقى ان التقس القبط الجميل بيتفنن في دعوة الكل بيقول يا جماعة فهموها صح الدعوة مش للمحترمين الدعوة للغلابة الدعوة لل حسب التعليم اللي قاله المسيح في مثل المدعوين البهوات كلهم طلعوا ماينفعوش جاب العرج والجدع والعهات كلها كويس محسوبين عهات كويس ركب علينا تمام يعني مفيش مشكلة احساس حلو انك انت تقول طب اذا كنت انا مقبول غيري اكيد مقبول لو انت متواضع هتقول اذا كنت انا بتناول يبقى يلا اي حد دا الحكاية جرس الكنيسة بيقول كده تعالوا زوقوا وانظروا ما قطي بالراب حضن الاب بيقول كده لمولي اي حد ودخلوا طبعا دخلوا من المعمودية طبعا يعني ايه ميصدق الايقونات بتقول كده العيان العنون المنورة دي بتاعت الخدسين بتقول يا جماعة الموضوع جميل والمستقبل حلو اللحن والنور واللبس الابيض كل دا بيقول ايه بيقول يلا دخلين ع السماء بيحط فينا روح الكرازة والرجاء نفس الكلام العرش والزبيحة هو دا البروفة اللي هنقبل المسيح على العرش الدعوة للابدية يطول اتجاه الاداس كله ايه وننتظر قيامة الاموات وحياة الظهر وايضا يأتي في مجده اليدين الاحياء والاموات فاحنا كل اللي بنعمله دا عشان اللحظة اللي هنقف فيها قدام ربنا يسوع ربنا يدينا نعمة ان احنا كل اداس نعتبره بروفة وكل مرة توقفوا في الاداس قلولوا يا رب امتى المرة الجاية امتى بقى نتحول من مجرد سرج الى اكتر من كده كمان ونشوفك بعنينا لالهنا كل مجزء كرامل ابدا